الحقيقة في بداية الحلقة الخاصة بالنهاردة لو حلقة يوم السبت اسمحوا لي أن أنا نوه عن حلقة بكرة اللي هي حلقة الحد حلقة بكرة الحقيقة ضيفها ضيف عزيز وعالم كبير في مجاله وهو الأستاذ الدكتور ماجد بهجت أستاذ جراحات الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة والحقيقة أننا نتشرف باستضافة الأستاذ الدكتور ماجد بهجت لأنه قام علمية كبيرة جدا والحقيقة أننا نقش معها كمان موضوعات تهمنا كلنا وأنا أولكم عن فروقات بقى درجات الحرارة والقعدة في المراوح والتكييف والجلوس في الأماكن المكيفة والخروج إلى أماكن غير مكيفة لأن الحقيقة دلوقتي كل الأماكن يعني أو معظم الأماكن فيها تكييف سواء كانت أماكن عمل أو أماكن تسوق أو حتى العربيات أو السيارات وكتير طبعا من البيوت لكن ده ما يمنعش أنه فيه فترات بينية كده هل بقى إحنا فيه حاجات نقدر نخلي بالنا منها هل فيه أمراض معينة لها علاقة بتقلبات الجو كده بالطريقة دي وأكيد الموضوعات هتتطرق مع الأستاذ دكتور ماجد بهجت عن كل يعني أو حاجات كتيرة لها علاقة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة كل على حدة وأكيد علاقتهم ببعض وكمان الجديد في وسائل التشخيص ودي نقطة مهمة جدا مش بس وسائل العلاج وسائل التشخيص لأن فيه وسائل تشخيصية ما زال بعض الناس لما بتطرح عليهم أسماءها أو بيتألهم التكنيك الخاص بيها بيخاف ويقولوا ليه هو الموضوع مش مستدعي يا ترى الوسائل دي فعلا بتعكس خطورة الحالات المرضية ولا هي أصبحت خلاص وسائل تشخيصية عادية من وجهة نظر الأطباء ودور الأطباء إنهم ينقلوا اطمئنانهم أو ينقلوا الاطمئنان إلى المرضى علشان ما يخافوش لأنها في الآخر دي وسيلة من وسائل تحديد الرأي الطبي بكل دقة وبكل أمانة ترجمة نانسي قنقر